أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في إطار متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لتدعيات أزمة كورونا وقيادته للجهود التي نسعى من خلالها إلى الحد من آثار هذا الوباء على مختلف القطاعات ترأس جلالته اجتماعا اليوم لمجلس السياسات الوطني ناقش آخر المسجدات والإجراءات المتبعة للتعامل مع تفاصيل هذه الأزمة أكد جلالة الملك أهمية إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة لمواجهة التحديات التي نمر بها جراء هذه الأزمة خصوصا ما يتعلق بدوام المؤسسات وإعادة عجلة الإنتاج دون تعريض سلامة المواطنين وصحتهم للخطر أيضا عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها مستجدات الأزمة ومجموعة من المقترحات المتعلقة بها ومستقبل استمرارية العمل في ضوء تطبيق حضر التجول والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة أود أن نشير هنا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بشأن استئناف عمل المؤسسات الحكومية والخاصة أو تمديد قرار تعطيلها من غير المستثنى سابقا من هذا القرار بما في ذلك المدارس والجامعات وإن مثل هذه الموضوعات ما زالت على طاولة البحث وسنعلن عن أي قرارات فور اتخاذها ولا بد من التأكيد هنا إن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام هي مكترحات وتوصيات تتم دراستها حاليا من الفرق المختصة ضمن مجموعة من الخيارات وليس قرارات نؤكد أن سلامة المواطنين وصحتهم خط أحمر ولن نتسرع باتخاذ قرار من الممكن أن يعرضها للخطر لا قدر الله حتى اليوم ومنذ بداية الأزمة اتخذت الحكومة والجهات الرسمية مائتين وسبعة قرارات وإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والتخفيف من الأضرار التي أصابت العديد من القطاعات والأفراد جراء هذه الأزمة تركزت هذه القرارات حول تسعة محاور رئيسية هي إجراءات الوقاية والرعاية الصحية إجراءات مرتبطة بالسفر والتنقل إجراءات ضبط المخزون الاستراتيجي لللوازم الطبية والسلع إجراءات التوعية والإعلام والتواصل إجراءات مرتبطة بالفعاليات العامة والشعائر الدينية والسياحة إجراءات وقائية للمرافق العامة وخطط إدامتها إجراءات مساعدة الكطاعات الاقتصادية المتضررة إجراءات تنظيم العمل في الكطاعين العام والخاص إجراءات لمتابعة الأزمة وإيمانا بحقكم في معرفة هذه الإجراءات سننشرها اليوم عبر بنصاتنا الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام وسيتم تحديثها باستمرار كلما اتخذنا إجراءات جديدة أود أن أشير أيضا إلى حسن سير الدراسة عن بعد لطلبة المدارس سواء عبر منصة درسك أو القنوات التلفزيونية المتخصصة التي تبث الدروس للطلبة ووفق آخر استطلاع أجرته وزارة التربية والتعليم من خلال أحد المراكز المختصة بلغت نسبة الطلبة الذين تمكنوا من الوصول إلى المنصة حوالي 70% فيما تمكن 33 منهم من متابعة الحصص الدراسية عبر قنوات التلفزيون وستعلن الوزارة خلال الأسبوع الحالي عن النتائج التفصيلية لتقييم الطلبة وأولياء أمورهم للتعليم عن بعد بهدف البناء عليها وتطويرها هذه النسب مبشرة وتؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التعليم عن بعد لطلبة المدارس كانت ناجحة إلى حد كبير وساهمت في عدم انقطاع طلبة المدارس عن دراستهم نؤكد مجددا أن قرار إغلاق المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية أمام حركة الركاب مستمر حتى إشعار آخر وهو مرتبط بتطورات الأوضاع داخليا وخارجيا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لإعادة فتحها واستئناف الحركة عليها علما بأن حركة الشحن على هذه المعابر لم تتوقف منذ بداية الأزمة ما نأمله أن تتحسن الظروف سريعا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في الأردن ودول الجوار والعالم أجمع وأن تعود الحركة عبر المعابر لطبيعتها بخصوص طلبتنا والمواطنين الأعزاء في الخارج فهم محط اهتمامنا وتقديرنا وسفاراتنا في الخارج تتابع شؤونهم أولا بأول ولن نتدخر جهدا من أجلهم ونأمل أن تسنح الظروف في أقرب فرصة ممكنة لعودتهم إلى وطنهم وما زلنا ندرس إمكانية ذلك في أقرب فرصة ممكنة اليوم لدينا إجراءات ميدانية جديدة تتعلق ببعض المناطق والهدف منها زيادة إجراءات الوقاية والاحتراز وحماية المواطنين سيعلن عنها مدير خلية الأزمة العميد مازن الفراية وقبل ذلك سأترك الحديث لمعالي وزير الصحة ليضعنا بصورة آخر المسجدات ختاما أقول حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم ترجمة نانسي قنقر